ربيض بوخارست الروماني بيقدم عرض رسمي الى سيون السويسري من اجل التعاقد مع المهاجم الايطالي ماريو بالوتيلي بعد ما شفت الخبر ده جاء لي فكرة ممكن تكون غريبة عليك شوية ولكن اطرحها وهقولك مكاسبها السؤال هنا ماذا لو ماريو بالوتيلي انضم للنادي الاهلي ايوة زي ما انت سمعت كده بالوتيلي بتعميلا وانتر وليفربول وسيتي كل الاسئلة اللي انت محتاج تسألها هرد عليها اسناء الحلقة وهقولك مفاجآت تقرب اللاعب من الاعلى بشكل كبير فقبل ما نبدأ الحلقة واحد الله وصال على سيدنا محمد ولايك والسبسكرايب ومعكم اخوكم توفان اهلاوي يلا صديقي نبدأ الحلقة بس عاوز اقولك قبل ما ابدأ الحلقة افتكر ان بطرح عليك نقاش في الحلقة دي اتمنى تقول رأيك فيه يلا بينا اولا كده انت بتتعاقد مع سي في مميز جدا وحاليا بيلعب في كواليتي من الدوريات المتوسطة في اوروبا ولكنها دوريات جيدة بيلعب في نادي سيون السويسري حاليا ايوة القرف فيه السد العالي عصام الحضري بلوتيلي انضم للنادي في الانتقالات الصيفية سنة 2022 بيقدم اداء كويس هذا الموسم ومازال قادر يقدم الكثير والكثير في المواسم القادمة لعب معاهم خلال هذا الموسم 18 مباراة بمعدل دقائق لعب 1166 دقيقة يعني تقريبا لعب 13 مباراة وقدر يساكل خلالهم 6 اهداف ومعظم المباريات بيشارك فيها كبديل وده سبب كويس جدا يقرب اللاعب من النادي الاهلي ولكن قبل انضمام ماريو بلوتيلي الى نادي سيون كان بيلعب في نادي اسمه ادمير سبور التركي لعب معهم في موسم 21-22 لعب في الموسم ده 33 مباراة بمعدل دقائق لعب 2178 دقيقة يعني تقريبا شارك في 24 مباراة وقدر يساكل خلالهم 19 هدف وصنع 6 اهداف مع العلم ان ده الموسم اللي فات يعني اللاعب لسه فت واللعب قدامه كتير يقدمه وفعلا عمل موسم عظيم يدل انه لسه مازال ماريو بلوتيلي اللاعب السوبر ويقدر يقدم اضافة لاي فريق ينضم ليه ماريو بلوتيلي حاليا عنده 32 سنة في الوقت الحالي هتقول لي كبير هقولك ابو بكر عنده 31 سنة واحنا كلنا نفسنا ينضم للنادي الاهلي هتقول لي ان فيه فرق في المستوى الحالي هقولك ان بلوتيلي لسه واقف على رجله ومجهوده ممتاز في الملعب والكلام اللي انا بقولولك ده بعد ما اتفرقت عليه في عدد من المباريات وعلى فكرة اللقطات اللي قدامك دي في الموسم الحالي واللي فات وطبعا اكيد واضح ولو جزء صغير انه لسه فت ويقدر يفيد النادي الاهلي بشكل كبير واذا تم التعاقد معاه لمدة موسمين هيقدر يقدم مستوى جيد جدا مع الاهلي لعب بعيدا عن السيفيه التاريخي بتاعه بلعبه مع ميلا وانتر وليفربول وسيتي ومسجل 200 هدف في تاريخه وصانع اكتر من 40 هدف ولكن انا بكلمك عن لعب دلوقتي بيلعب في دوريات متوسطة والسعره مش غالي الى انه لسه عنده مجهود ويقدر يفيرك في الملعب بشكل غير عادي لان السن اللي هو فيه حاليا افضل سن لندوق لعب كرة القدم تعالى بقى نروح دلوقتي لمكاسب الصفقة دي اولا كده لعب عالمي باسم تاريخي هيجلي بصحف العالم كله ليك بشكل اكبر تسويقيا هتستفاد بقدر كبير بسبب ضمه سواء من الاعلانات او حتى البرامج التلفزيونية او التشيرتات اللي هتكون نسبة المبيعات بتاعتها كبيرة جدا تاني المكاسب انه بيلعب في مركز المهاجم الصريح وانت محتاج حد في المركز ده وطريقة لعبه تبقى صوبر مع مرسي الكولر ده لانه مهاجم حريف وكورته عالية جدا وعنده مرونة تكتيكية كبيرة لانه بيقدر يلعب في كذا طريقة لعب ومهاجم صوبر بمعنى الكلمة ثالثا وده الاهم انك بتتعاقد مع كواليتي خبرته كبيرة ويقدر يضيف لكل اللاعب اللي عندك ولاعب عنده ندوق بشكل كبير وهيكون كواليتي مختلف عن كل اللاعب اللي عنده على النادي الاهلي من بره وفعلا هيقدم اضافة كبيرة ودي وجهة نظري قل لي برضو وجهة نظرك هتقول لي ماشا يا توفان طب هو اصلا ممكن يقتنع ينضم للنادي الاهلي ولو انضم هينضم بكام هقول لك يا سيدي اولا بلوتلي الفترات الاخيرة مكانش بيجي له عروض من عندها كبيرة في اوروبا لدرجة انه لعب في الدور الاطاري الدرجة التانية ولعب في الدور التوركي في اندية منتصف جدول والدور السويسري وحاليا جايله عرض من الدور الروماني اللي محدش عارف عنه حاجة اصلا فريح حاجة كويسة جدا تميل كافة النادي الاهلي لان الاهلي اسم كبير واكبر نادي في افريقيا وقيمة الاهلي اكبر بكتير من الاندية اللي جاء لعروض منها خصوصا انه كل سنة تقريبا ماسو الله بتوصل كاس عالم للاندية ودي حاجة ممكن ترجعه للصورة تاني للانتقال لنادي كبير في اوروبا وبخصوص التفاوض مع الفريق بتاعه اكيد مارسيل كولار لو اهتم باللعب فاكيد عنده علاقات في بلده ويقدر يخلصه من نادي السيون السويسري ودي حاجة كويسة برضو تميل كافة النادي الاهلي اما بقى بخصوص انه ممكن يتضم بكام فبالوتيلي حاليا نهبته التسوقية 2 مليون يورو وانتقل الى نادي السيون السويسري مقابل 2 مليون 600 ألف يورو يعني تقدر تخلصه بتلاتة مليون يورو بشكل كويس لان اللعب ما بيلعبش بعدد دقيق كبير ومش ركيزة اساسية بشكل كبير في الفريق ودي حاجة تميل كافة النادي الاهلي برضو واللي يطمن برضو ان ماريو بالوتيلي قابليها انتقل الى نادي ادمير التركي بمليون وخمسمائة ألف يورو فقط فانت وشطرتك بقى هتقدر تخلصه بكام وكله في صالح النادي الأقلي وبخصوص الراتب بتاعه فهو بيتقاضح حاليا في سيون 750 ألف دولار عارف ان الرقم كبير اللاعب برضو عنده سي في كبير وفي آخر تلات مواسم قادر يستعيد مستوى بشكل كويس وهيقدم اضافة لأي فريق ينتهي ليه الخلاصة كده هو مجرد اقتراح ودردشة مع اصحابي وحبيبي الأهلوية قول لي بقى في الكومنتات قال انت بتأيدني للسعي لضم اللاعب وهل لو انضمها يكون اضافة ولا لأ ولا بالنسبة لك صعب النادي الأهل يتعاقد معاه وشايف ان ده مستحيل استنى الكومنت بتاعك لانه يهمني جدا واخر حاجة عايزة اقولها احنا قوم مع ناس نفس الفلوس ونفس القدر المالي بتاع الفرق الأسيوية ولكن النادي الأهل باسمه وعركته يقدر يجيب لعب ب4 و5 مليون دولار فانت علشان تدفع في لعب لازم تدفع في لعب فعلا وانا شايف ان ماريو بلوتلي هيكون اضافة عظيمة للنادي الأهلي في جوانب كتير جدا واخيرا اتمنى قبل ما تفل الحلقة توحد الله لا اله الا الله وتصلى على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام واعمل لايك للفيديو وسبسكراب للقناة وفعل زر الجرس علشان يجي لك تنبيه بكل الحلقات الجديدة وكان معكم اخوكم طفان اهلاوي نتقابل في حلقة جديدة ان شاء الله قل لي الحلقة اللي جاية عاوزنا نتكلم عن مين سلام شكرا